رمان مكتبس من قول الله عز وجل في سورة العمران الآية 113 ليس وسواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا البيض وهم يسجدون والموضوع الثاني عنوانه غير المسلمين الذين دعموا قضية الإسلام في العصر النبوي وهو عرضا لقصص بعض الأفراد والمجموعات التي لم تكن مسلمة لكنها دعمت الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا نستفيد من هذا من حيث تعاملنا مع غير المسلمين من غير تبسيط مخل أو تعميم ظالم أما الموضوع الثالث فهو تنزيل على الواقع الذين عيشوا ماذا نستفيد من هذه الآيات القرآنية والآخرية الحديث النبوية المتعلقة بالتعامل مع غير المسلمين وماذا نستفيد من هذه القصص قصص غير المسلمين الذين كانت بينهم وبين المسلمين في العهد النبوي ثقة ودعم الإسلام مع اختلاف الاعتقاد وبعض الأمور الأخرى المرتبطة بواقعنا هنا في هذه البلاد الآيات القرآنية صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ودعم مع غير المسلمين الآيات القرآنية الآيات القرآنية and they speak about the story of nine individuals and these prophetic traditions and what kind of lessons we learn from the stories of those non-Muslims during the time of Prophet peace be upon him and some other topics related to our reality today the challenges we are facing as a Muslim minority and the responses we need to have for those challenges for my brothers and sisters who attended the lecture on Fatah of Coexistence bear with me if I am repeating some of what I said before these are amazing stories and I think they are worth repeating because we need to learn from them as much as we can so let's start with the first presentation inshaAllah I will try to make every presentation about 3-4-5 minutes and I will stop for discussion before starting the next one and the time is from here till Asr time inshaAllah if the government of Islam Center does not have objection okay نبدأ هذه المحاضرة الأولى بهذا الاختباس من موسوعة أكسفول العالم الإسلامي المعاصر نتعلم بهذه الموسوعة لاهرة مهمة شجيرة بالتأمل والاعتبار في عصر الحديث وهي أن ثلثة المسلمين اليوم يعيشون في وضع أقلية أقلية دينية أو أقلية سياسية وهذه ظاهرة جديدة لأن المسلمين في الماضي في العادة عاشوا في شكل أكثرية أو عاشوا في شكل أقلية حاكمة أما أقلية محكومة فهذه اللواهر الجديدة في عالم المعاصر وهي تحتاج إلى ثقين جديد وفكرين جديد أقلية 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 هذه الأقلية أقلية 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 وعاقلية أقلية أو أقلية أقليةوا أقلية أو وأقلية أقليةна です نحتاج إلى مراجعة فقهنا وفكرنا الإسلامي في ضوءها للواقع الجديد وفي ضوء الكتاب والسنة فالكتاب والسنة هما هدينا في كل هذا ورسنا نبتدع وإنما نرجع إلى القرآن الكريم نتأمل ونبحث عن الهداية لكتاب الله عز وجل القرآن الكريم يعلمنا أن التسامح والتعايش الديني مهم وهو جزء من تعاليم الإسلام وأن هذا التسامح والتعايش الديني يبدأ من داخل الإسرة الواحدة حيث قد يكون المسلم له والدان غير مسلمين وهو مطلوب مأمور بأمن من الله عز وجل أن يعاملهما بالحسنة كما قال عز وجل لهذه الآية الخامسة عشرة من سورة الأقمان وصاحبهما بالدنيا معروفة and some of these are managed times So this new reality of interdependence and interaction between Muslims and non-Muslims teach us that we need to go back to Qur'an and Sunna and try to get guidance for these new phenomena and when we look at the book of Allah Azawaj Begain Thunderdiv is normal and it's part of Islamic teaching to accept religious diversity within the society The religious tolerance and diversity starts within the one family A Muslime can have non-muslim parents and he still has to treat them nicely and kindly They have the right to be a parent Regardless of their faith This is what we read here in the verse of verse 15 Also a Muslim can have non-Muslim wife And he has to treat her the same way he's treating a Muslim wife He has to give her a dowry as Allah said here in this verse المترجمات في القصة أجل المترجمات لأجل بشكل صديق ومع المترجمات تحديد موسمه ومع مسل ومسالت الأمر المسلمين وغير المسلمين أن المسلم قد يكون له أيضا زوجة من أهل الكتاب وواجباتها هي واجبات حقوق الزوجة المسلمة من حقها بالصدار حقها بالإعفاظ حقها بالإحصان وحقها أن يعاملها وأن تكون علاقته معها علاقة شرعية عفة ليس غير مسافحين ولا متخذ أخدام واحدة من أهم الآيات التي تعلمنا التدقيق والإنصاف لتعاملنا مع غير المسلمين وإلا نحكم عليهم حكما تعميميا ظالما الله عز وجل يعلّمنا في هذه السورة ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله عفة يعلّمنا في هذه السورة في هذه الآية ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليه ومنهم من إن تأمنه بالدينار لا يؤدّه إليه إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في أميين سبيل ويقولون على الله الكريم ومعلمه هنا ثلاثة دروس في غاية الأهمية نحتاج إلى تأمولها في نظرتنا إلى الناس غير المسلمين المحولها الأولى أن من بين هؤلاء من هو أمين وإلغاية الأمانة والنزاهة وأن مجرد كونهم غير المسلمين لا يعني أنهم فقدوا القيم الإنسانية التي توجد عند المسلمين هذه قيم من الغطرة خطر الله عز وجل عليها البشر وهي توجد في المسلمين وفي غير المسلمين الله عز وجل يعلمنا أن من أهل الكتاب حتى لو أمنته على قنطار على جبل من الذهب فإنه سيسلمه لك راضياً أمانة منه ونزاهة ومن أهل الكتاب أيضاً كما قال عز وجل من لا يؤتمن ولا يمكن أن تأمن كما هو الحال بالنسبة للمسلمين حتى ولو اتمنته على دينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه القائمة فهو لن يؤدي الأمانة إلا بإلحاح وإلحاف لأنه ليس أمين فالدرس من هذا أن القيم الإنسانية في الأمانة والصدق والنزاهة والوفاء توجد في المسلمين كما توجد في غير المسلمين فلا ينبغي أن ننزع عن البشر بشريتهم وإنسانيتهم لمجرد أنهم ليسوا مسلمين فما نسموه الآن في العلم الإنسانية ديهيومانيزايشن أو ديمانيزايشن لهذه لا تقبل لأننا نشكو منها أن الناس يجردون من إنسانيتها فنحن أيضاً لا ينضليل أن نجردهم من إنسانيتهم ولا أن نصورهم بشكل شياطين يعني ديمانيزايشن كما تفعل بعضنا وسائلنا وإنما يتعلمون على أنهم بشر فيهم قيم إنسانية وفيهم جوانب الضاعة الإنسانية الموجودة أما الذين لا يؤتمنون فسبب عدم ائتمانهم هو عدم إيمانهم بالقيم الإنسانية الجامعة فهم يتبعون منهج التطفيف والكيل بمكيالين أو ما نسميه من لغة الإعلام ازدواجية المعايير والله عز وجل يستعمل كلمة أخرى أبلى وأجمل وهي التطفيف كما قال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسلون هذا هو التطفيف التطفيف هو تأخذ حقك كاملاً من الناس فإذا جاء دورهم وأرادوا حقهم بخلت به ورطب ونسميه الآن ازدواجية المعايير ازدواجية المعايير كانت موجودة عند بعضها الكتاب في العصر النبوي ولا تزال موجودة عند بعضها اليوم وهذه هي سر البلاء وسر كثير من العداوات والحروب بين المسلمين ومسلمين اليوم هي ازدواجية المعايير هذه أن بعض الناس يريدوا أن يكون عادلاً ومنصفاً داخل بلدي وأن يكون معتدياً خارج بلدي يريدوا أن يعامل مواطنيه بالحسنة ويريدوا أن يعامل مواطني دول الأخرى بظلم وهذا الذي عبر عنه القرآن الكريم هنا بقوله تعالى للك بأنهم قالوا ليس علينا الأميين سبيل بعض من أهل الكتاب العصر النبوي كانوا يمارسون التجارة فيقولون إذا تعاملت مع قومك فتعامل معهم باستقامة وإنصاب أما إذا تعاملت مع الأميين يعني مع هؤلاء العرض غير اليهود وغير المسيحيين فمعلك حرش خل منهم الربا وغشهم بالمعاملات وفعل ما تريد فمالهم مباح وليس عليك من سبيل ليس علينا الأميين سبيل فهذه المشكلة في علاقتنا بغير المسلمين ليست أنهم غير مسلمين هذا الأمر سيحاسبهم الله عز وجل عليه ونحن واجبنا أن نسعى إلى هدايته وليس أن نعاديه لمجرد أنهم غير مسلمين إنما مشكلتنا في مجال الصداقة والعداوة هي العدل والظلم إذا عملوا بعدل واجبنا أن نعاملهم بعدل وإذا عملوا بظلم واجبنا أن نقف في وجه الظلم والعدل قيمة إنسانية مطلقة خارج نطاق السمان والمكان والمعتقد والأوطان ولذلك قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين بقوله وأمرت لأعدل بينكم الله وربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني حتى وإن كانت لكم دينكم وليديني مع ذلك يجب علي أن نعاملكم بعدل المنصف ونحن نطالب غير مسلمين أن يعاملنا بعدل المنصف والإسلام يشب علينا أن نعاملهم بعدل المنصف طيب هؤلاء أيضا أمر آخر يستحق الاهتمام في القرآن الكريم I'm sorry, I forgot English! that's not fair! let's go back to the beginning of this verse this is one of the most significant verses of the whole Quran about how we should deal with people of the book and non-Muslims in general this verse is teaching us to avoid simplistic generalization when we deal with people of different faiths فليت نطلق أبدا which among the people of the book are some who if entrusted with the hoard of gold will readily pay it back amongst the people of the book are some who are very honest, very truthful and you can trust them exactly like some Muslims are very honest, very truthful من الملحة مقارنة في المساعدة في المساعدة المساعدة في المساعدة في المساعدة تتعلمون لن تكون قدرسة إلا تكون مجردين لماذا؟ لأنهم يقولون لا يقل على أن يتبع في المساعدة بمعرفة لأنهم يطلقون ما يسمون اليوم revele standard is the root of evil and the root of many injustices in our world today some people want to be nice and just in their country but they want to treat others outside their borders, they deal with people in a different way وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالتصدق او قسط that's the essence of all messages and all messengers of Allah came to establish this universal value so anyway what we learn from the surah is we should not simplify, we should not generalize and we should know that human values are in Muslim societies and in non-Muslim societies the fact that a person is not Muslim doesn't mean that he doesn't have humanistic tendencies or doesn't mean that he doesn't have mercy or honesty or generosity no we should not think that way that kind of ideological classification of human beings is not acceptable in Islam all the other things there is a question of other question that in the face of Allah of the Surah was to give us an answer that Allah has given us and that Allah has given us and that Allah has given us وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أؤتوا كتابا من قد لكم إلى آخر الآلة هناك أيضاً محصنة من الناس من القرآن جيوانا والكريسيون لأن هناك محصنة بينهم و المسلمين لدينا هذه محصنة محصنة من البيت و المحصنة و المهم و المهم و المهم و المهم و الخوش من المجتمع و الله أزوج و جلاله أبت ادعى لنا من خبل الهدوار و مهجمع من الناس من قرارنا و المهم بسبب الآلة مع الآلة من الناس المسلمين و an example of that is that Our food is that we are allowed to eat their food means animals slaughtered by people of the book and to marry woman and people of the book So that would create more interaction, more social interaction, and more positive relation between Muslims and Muslims. And there is a very nice story in Islamic history during the Abbasie Empire, one of the Muslim leaders, his mother was a Christian and he was a governor, أسرعه ابتدت بها فهذه المتحدة أتمنى المسلمين من البرزيلمين قد يكن لديه مدد كرة و هم يتعرضوا و الان مددت بها كانوا يعتبرون و كيف تحصل بها أنا أجب أن تحصل بها يتعرضوا لديه يتعرضوا مددات So there are very nice stories of tolerance in Islamic history that we need to really to look at today. Then now let's look quickly at some of the sunnah of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam related to the topic. Few hadith in Bukhari quickly because time is running very quickly. There is hadith in Bukhari. هناك hadith نبوية تتعلق بهذا الموضوع. أنا مر عليها بسرعة. وقد اخترت جملة أحدين مسحيح البخاري تحديدا. منها حديث أن ولا من يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم الهمرض. فلهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. The first hadith is that a Jewish boy who used to serve Prophet peace be upon him got sick. And the Prophet peace be upon him went to visit him. That's one of the hadith in Bukhari. There is another hadith in Bukhari. that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave his army to a Jewish trader in Medina as a collateral and took from him some barrier for his family. And this is extraordinary because if you remember that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the head of state and the leader of an army that was dominating Arabia. And he's giving his own armor as a guarantee for one of the citizens who is not Muslim. You know, well, he has the power and authority to take anything from anyone. Especially, this is non-Muslim, theoretically, he can take from him anything by the way some Muslims think today. But Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam really doesn't think the way some Muslims are thinking today. He is looking at fairness and justice as a universal human value that applied to the Jewish trader same way that applied to the Muslim trader. and that's why he is dealing with this Jewish trader in Medina this way. There is another hadith in Bukhari. That Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam That Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave Umar bin Khattab a block and Umar sent it as a gift to his brother in Mecca who was a pagan. And remember that people of Mecca were at war with people in Medina same time this human relation continued and Umar was sending gift to his pagan brother in Mecca. and this was another hadith that... That is Ma... That's Ma... ... Bint Ulukha and Sadiq Rdlllllllllahu Wa Hanha Zharat Ha Umu-ham In Mecca Taplubu Sina Taplubu Musa'ala As Ma muslima hea Unmuha Kana Kanaat Wuthaniya Jajat ha min Maka ila madina فسارت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال صيلي أمك يا اسماء اسماء narrated my mother came to visit me and she was pagan I asked Prophet peace be upon him about helping her Prophet peace be upon him said honor the kinship ties with your mother means be kind and generous with your mother and scars of tafseer of the exegesis of the whole Quran they said that this is because of the story of Allah revealed the two verses eight and nine of سلوات الممتحنة لا ينهكم الله عن اللائين للمقاتلوكم في الدين ويمخرجوكم من ديالكم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المكسقين إنما ينهكم الله عن اللائين لقاتلوكم في الدين وإخرجوكم من ديالكم الله وإخراجوكم أن تولوهم ومن يتولموا بولئك هم ظالمون those two verses were revealed about Isma and her mother and Allah is teaching us and teaching us that that if a non-Muslim is not attacking Muslims he's not dealing aggressively and unjustly with Muslims we have to deal with him on the basis of fairness and kindness the problem is only about those who are attacking Muslims or persecuting them or driving them out of their homes and that is very important lesson we learn from this this hadith and this surah أنا أثع حديث بخاري أن امرأة يهودية جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستطعمها ذا أطعمتها عائشة رضي الله عنها فقالت المرأة يهودية لعائشة أعالك الله من عذاب القبر وعائشة كانت هذه أول مرة سمعت عائشة رضي الله عنها فقال لها بقية الحديث حدث لها امتظري أمسكتها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن هذه المرأة اليهودية جاءت استطعمني فلما أطعمتها قالت أعالك الله من عذاب القبر فهذا ذي القبر عاد أقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذي القضي عاد وهو حديث طويل ذي البخاري So this is a hadith that Aisha narrated رضي الله عنها That a Jewish woman came to me asking for food After helping her she said to me May Allah protect you from the punishment in the grave And that was the first time Aisha heard about the punishment in the grave As the rest of the hadith explained to us And I had a hadith in Bukhari And it's Muslim also That a funeral passed by and Prophet peace be upon him stood for it Someone said this is a Jewish funeral And Prophet peace be upon him said Is it not a human soul? So he's teaching us these universal values Of respecting the human soul Regardless of the faith That's our responsibility on this earth The judgment about belief and disbelief Is not in our hand الله عز وجل هو الحكم العدم We are humble servants for Allah عز وجل We need to obey Allah عز وجل And we need to present Islam to others And to pray that Allah guide them But we have no authority And we should not be authoritative or judgmental In dealing with other people Even the Prophet himself was not allowed to do that And Allah عز وجل told him لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بوكيل In many many other verses In the whole Quran Finally 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 حديث باوت عشورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليعود يصومون يوم عشورة فقال هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ذم نصامه وأمر المسلمين بصيام فهذا نوع من التنافس الإيجابي في الخير فنحن نتنافس حتى مع الذين عندهم عقيدة مختلفة ينبغي أن نتنافس في الخير وأن نفوقهم بالخير كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة وجدت أن المدينة المدينة كانت يوم عشورة يوم عشورة في محرم يوم عشورة وعشورة صحيحًا فرعام وعشورة هكذا والسلام والسنة والجميع عن كيف يجب أن نظر إلى الناس مختلفة وكيف يجب أن نقوم بهم بسبب البر والقصد وكيف يجب أن نقوم بها في سورة الممتحية والله تعالى أعلم سوف أتوقف هنا في حوال 15 منطقة أجلب الناس تجاهل ولم يأتي لنبدأ المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجم للأرواس افضل شكرا لك support that has been asked few times to Muslims Circles especially from the Muslim comunities in the West if a Muslim man is allowed to marry a woman a Jewish or women a woman from the people what about a Muslim woman who wants to marry a Christian or a Jew for example who are the people of the world what about that and what about also وعندما كنت كان مجرية والجميع كان مجرية وكأنه سنواتي ستتبع للإسلام ويجب أن تتبع مع مجرية والجميع أصبحتها أو يبقى محراتها تطورت معرفة ونعليفة وكأنها أصبحت الإسلام المجلس الأفتالي، المجلس الأفتالي الأفضل لفتالي وهناك من المهمة الأفضل في العالم الآن الفاترية الشيخ يسير القرضاوي في العربات وهناك في الأساسية عن هذه الأشياء على هذا القوش ولكن تعتمد في التعديم للحظومة في الإسلامي القرضية أن في الانتية المسلمة لا يجب أن يجب علي المسلمة التي لا يجب عليها ولكن إذا كان أصدر من خلالة إصلايا ومتعلق إصلايا الخاصية الأكتب الأنساني الأممية لا تستحيلها تطبيقه إلى المتركة في الإصلاق أو أعطبه إلى الإصلاق أو يمكنك أن تكون متحفظايا لأن هذا العمل والعنى أنه ممتازاية ومؤسس الممتازية هي منزل الإسلامي أيضًا هذا التفكير هو التفكير من عمار بن خطاب و علي بن أبي طالب وهي تتكير في بعض الكتابات من حديث وكذلك في مصنف عبد الرجزاق وعلي بن أبي طالب و عمار بن خطاب كانت التفكير أنه إذا كانت تتكير في إسلام يمكن أن تتكير معها وعلي بن أبي طالب وهذا مجردًا ابن القيم في بقية أحكامة للذنمه يتكير في 11 مدينة عن هذا المهم إذا كانت تتكير في إسلام و إذا كانت تتكير في إسلام و إذا كانت تتكير في إسلام إبن القيم ماشاً 11 different opinions about it among Muslim scholars anyway the issue is still debated but initially still the dominant opinion among Muslim scholars is that Muslim women should not marry initially a person who's not Muslim والذي أولا الغافة التي قالتها أنها مهتبا، وخارة السودان وهو مهتم بأس مكسابا ببالي فأنا لا يمكنني أن أقول أني أتبعوا في المكسابة ولكن قرآن لن تفعل ذلك قرآن لن تفعل ذلك أنه لا يجب أن نعي المشركين ومشركات كما من الناس من الكتاب القرآن والسؤال فإن المسلم يمكن أن يبقى مجرد المسلم ولكن المسلم لا يوجد قرآن لا يوجد قرآن لذلك فإن المسلم فإن المسلم سؤال إذا كان من حق المسلمين يتزوج عمرات من أهل الكتاب أو مسيحيا فألا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا من أهل الكتاب أيضا الرأي السائد عند الفقهاء الإسلام عبر الرسول هو أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج عجلا غير مسلم حتى ولو كان من أهل الكتاب إنما انخلاف قرآن العلماء هو إذا أسلمت المرأة وكانت مسيحيا وأسلمت ثم ضقي زوجها على مسيحية هل يجب عليها أن تترك وزواجهما أصبح باطلا لاختلاف المعتقد أم يجوز لها أن تبقى معه مؤقتا أم يجوز لها أن تبقى معه دائما الأمر في خلاف وإبن قيم رحمة الله عليه الحمد للعام sorry رحمة الله أم 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 بطاق أم 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 في صلاته لا أعرف إذا أفكت صلاته ابن قيم فيه بيك بوك عن أحكامة للذمّ الفقه عن خلال جوش منولات انتقام المسارس مع الواضح السكرويات من شخص يترجمون ابنة مصادت التطبيعيين يعني بأن الفقه بأن أمور العربية بأن أفتاد فهم يترجمون بل سيكوة خلال جميعا من زوج الى الأمور الذي يزال الاثنان قالوا أنها تتتعب معه وعلى قصة تتعبه بعضهم قالوا أنها لا يمكنك تتعب معه لأنها كانت تتعبت معه لأنه كانت التعب كانت تتعب معه وليس يجب أن تتعبه الله تعالى أنا اعلمي أعلمي لا أعلمي هل هناك تحديد مفهوم لامرأة من أهل الكتاب ثم مرأة يكون في ظاهرة الزواج المسلمين بغير المسلمات من أجل الأوراق من أجل الحصول على إقامة أو الهجرة إلى المتزوج به وهي ظاهر عني الآن أصبح حتى تكتسح العالم ما هو تعريف هذا الكتاب؟ طبعاً هو أي إنسان ينتمي إلى أسرى يهودية أو مسيحية هو يعتبر في المقل الإسلامي من أهل الكتاب حتى ولولا منكم مطبقاً ليهودية ومسيحية إلا إلا كان ملحداً مجاهراً بالحادي فهذا ليس من أهل الكتاب أما تطبيقه لديني فهذا ليس لازم ليس من اللازم أن يطبق دينه وهي هوية وثقافة أكثر منها أعتقاد وما دام تعبى وولد في مجتمع يهودية مسيحية وانتمي إلى أسرى يهودية ومسيحية فهو من أهل الكتاب حتى يعلن الحال فهذا يعتبر في المقل الإسلامي من المقل الإسلامي هو أنه يعتبر في مجتمع أو أجرسي وليس من أجل الأوراق إذا كان أجل الأوراق كما قال إن كان بيجب غير أجرسي والما ده إذا كان بيجب أن يكون قد مجتمع في أجرسي ولكنه لن يكون بحيث وليس من الأوراق ولكنه شديد في أجرسي وأجرسي فهو صحيح الأجرسي والمجتمع الأجرسي ولا تقبل حول ما يتمكن بحيث بحيث لا يتمكن بحيث إن في حيث الثاني الثاني الزواج المسلمين من نسان غير مسلمات للحصول على الأوراق والجنسية في كندا والملاد المتحدة في دول أوروبية وهي الله رأس واحد شائعة طبعا الزواج فيه مصالح إذا كان إنسان جاب دم في موضوع الزواج ومع ذلك يرجو أن ينال بعض المنافع الأخرى من الزواج مثل الأوراق فليس في ذلك حاجة ففي ذلك منافعنا أما إذا كان عواية الزواج هي مجرد الحصول على أوراق وفي الأمر نوع من المخادعة للمرأة حيث هي تعتبره زوجا جابا دائما وهو يعتبر نفسه يعني يعملها بانتهازية يحصل على أوراق ويقولها سلام عليكم هذا طبعا هي خديعة وهو ليس مطبولا في الشعارة فمن التدريب أو إيCommان في التقصير So if the second question is about Muslim men who marry non-Muslim women in order to get citizenship or green card in western countries for example is this acceptable Islamically? And the answer is إذا، إن أن الطالب إنه حاليا عن السمع, لا يوجد شيئًا أليس معنى ينفقه من العضل من النظام مثل الجميلية. السمع، هي أيضا من النظام. فخرجه من المرات في السمع، فقط من نظر، سيعطي عن الآخرين من مخصص مستمر. لكن إذا حاليا ليس لا مقصد بشكل عضل من النظام. إنها تظهر على عمره كبيراً ويستمر معها كلها لها ويستمر معها في حالة عملية فقط تريد ان تحصل على المساعدة وهذا مقفلتك ويسرع الأسلام فالسلام صلى الله عليه وسلم قال مَنْغَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا فالسلام صلى الله عليه وسلم قال وقال بإمكانك أن يكون مقفلتك وقال بإمكانك أن تحصل على ذلك والله تعالى عالم أعتقد أننا علينا الوضع إلى المثال الثاني لأننا لدينا ثلاثة جهازات سمعه حقا بشكل كما يتحدث نعم هؤلاء من رهيانين هل هم إستخدمون من أجل المنظرين هل هم إستخدمون من أجل المنظرين من رهيانين ؟ المنظر تأكسون المنظرين هل هذا يقصينهم من دائرة أهل الكتام؟ لا 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 يقصين منها فكوناهم يؤمنون بالتهريث ويؤمنون بأن عسى ابن الله تعالى الله عن ذلك هذا لا يخرجون من دائرته للكتاب ولم يقل بهذا إلا عبد الله بن عمر وحده وقد أنكر عليه عمر رضي الله عنه ذلك وأنكره عليه بقية الصحابة ويوجد من الصحابة من تزوج نساء النسلانيات ويهوديات فحليفة بن الإيمان وهو من كبار الصحابة تزوج امرأة يهودية كانت زوجته امرأة يهودية وأسلمت بعد ذلك أو طلقها بعد ذلك طلب من عمر أن يطلقها ذره طبعا ليس لأن عمر يحلم ذلك وإنما عمر قال بالصحابة لا تزوجوا نساء الكتاب فإني أخشى أن يبقى النساء والمسلمات عوانس يعني من باب السياسة تخطيط اجتماعي وليس من باب الفقه ولكن حليفة قال لا أما أنا فلن أطلق زوجتي وأصر على انبقائي مع زوجته اليهودية لما طلب من عمر أن يطلقها عبد الله بن عمر وحده بيّن له السبب حليفة نعم بيّن الله لا أطلقها أنت تغيّن له قالوا إنها مرأة غلمية جميلة نخشى أن يفتن المسلمين في أدنى وإذن دعني صلى الله فقال ما والله كذلك لا ولكن لم يطلقها إلا بعد سنة حتى وقالها حتى يعرف الناس أن الله عز وجل أباه حز وجل من الكتاب وإثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين وخيار المسلمين لما تزوج زوجته نائلة كانت نصرانية أسلمت بعد ذلك ولكن كانت مسيحية وهي من قبيلة التغريب إحدى القبال المسيحية في العرب فهذا أمر يعني بنص صريح للقرآن الكريم عبد الله بن عمر كان به شدة في المجال هذا وكان يقول وهل شرك أعظم من القول بأن الله ثالث وثلاث لكن بالطبع نسي أن نفس السورة التي قالت قالوا فيها الكلام هاري هي نفس السورة التي أباهت الزواج منهم فالله عز وجل يعلم أنهم قالوا أن الله ثالث وثلاث ويعلم أنهم قالوا أن عيسى بن الله ومع ذلك أباه الزواج منهم والحكمة في ذلك أن التقارب والتشاغه هذه الأرض المشتركة الموجودة بيننا وبينهم إذا حدث معها نوع من التفاعل الاجتماعي والتداخل هين ذلك يؤكربهم كثيرا إلى الإسلام ويوجد كثير من الناس أبرى العصور ملايين من الناس دخلوا الإسلام بهذه الطريقة وهناك إحصائيات قمت بها الأستاذة إيفون حداد وهي أستاذة جامل جورج شامل وهي مسيحية سورية هي الأصل فيها مسيحية سورية وكتبت كتابات كثيرة على المسلمين في أمريكا إحصائيات تقول أن النساء الأمريكيات أن هناك على الأقل ثمانين ألف مرأة أمريكية دخلت الإسلام بسبب الزواج دخلت الإسلام بعدما تزوجت ثمانين ألف مرأة أمريكية أمريكية دخلت الإسلام بسبب الزواجة وكل ساعته هو إذا الحصول وأرى قد يقفت أن المستخدمين في المسلمين بسبب الزواجة هل هذا يم使ونه المسلمين وهم يتم تقفقهم في المسلمين أو يجب أن يجب أن يقفقهم في المسلمين ويجب ان يقفقهم في الناس وطناء الأمر هو إنهم أساعد small people بسبب الزوالي عندما قال لهم بأنهم يعتقدون في تعريفة جوال Jesus وإنما ذكروا أنهم يمكنكم التسرى في الزموبة الماضية يتحدث عن العطبي يقولون لهم أنهم يمكنكم التسرى جوالهم وكذلك يكون من رجل الهاتف أحدث قلت من من العنوة بين البلد من التساوير في الناس واحده أوليا بنيمان عندما كانت جوجيه فبا وهو اهزمان ابن عفان رضي الله عنهم وهو كانت بيننا خلفية شخص من تغرب وقد كانت تصوير مسلم بعدها فقمت معvin لها كانت جوجيه and the wisdom behind this is that there is common ground between Muslims and Christians ويجعل هذا العديد المملكة الأسفل من المدرسة الإبراهامية ويوجد هذا العديد المملكة المملكة ومملكة المملكة إذا تضع إلى هذا العديد المملكة بعض البرسلات المتحدة فالتأكثر من تحديد من أجل العمل عن الإسلام وميزت أيضًا البرسلات والحزن بين الناس الآخرين And according to the statistics of Yvonne Haddad and John Sposito and the group of scholars from Georgetown University who published many books, a few books on the Muslim community in the U.S., according to their statistics, there are 80,000 American women who converted to Islam after they married Muslim men. And this is an extraordinary achievement. I think I will ask the government to intervene to start the questions in order to be able to move on. Okay, so let's have a break for five minutes and insha'Allah we'll start the next presentation. والله تعالى عندنا راحة خمس دقائق شوية أنتم تتمددوا وتمطدوا عضلاتكم قليلاً. الموضوع التالي الذي نبدأه الآن إن شاء الله هو قصص يمكن استقرارها من كتب السير والحديث. ولها مدلول المهم حول العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين إذا أردنا أن نبني هذه العلاقة على السنة والسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصص تسعة أشخاص لعبوا دوراً كبيراً في خدمة الإسلام للعصر النبوي وهم غير مسلمين. منهم من دخل الإسلام فيما بعد ومنهم من لم يدخل الإسلام أصلاً. والغاية من كل هذا هو المبينة أن المسلمين يحتاجون إلى أن ينظروا في تفاصيل الخريطة. الخريطة ليست أبيض وأسود وإنما هي خريطة ملولة. تحتاج إلى من ينظر في التفاصيل والتقائق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعامل مع الناس أيضاً بمنطق فيه ثطنة وتمييز وعدم تعميم. هؤلاء تسعة الأشخاص هنا أولهم ورقته ابن نوفل. ورقته ابن نوفل كما ورد في حديث نزول الوحيد الصحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في الليلة التي نزل بها بالقرآن الكريم. رجع إلى البيت رجع إلى خديجة ترتعد فرارسه كما يقول الحديث. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مصدوماً من هذه التغربة الهزة العميقة. ولم يفهم هل هذه هذه رسالة من الله عز وجل؟ هل هذا إيحاء من الشيطان؟ هل هذا مص من الجن؟ هل هذا مرض؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قادراً على أن يفهم ماذا حدث بالضبط. فأخيته خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها واقعة ابن نوفل، وكان تنصراً في الجاهلية، وكان لديه خبرة بالتورات والإنجيل، وكان شيخاً عجوزاً ثانياً، يعني عمر طويلاً وهو بأواخر أيام. فجاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه، فروى له ما رأى وما سمع من جبريل عليه السلام، فقال ورقة، والذي نفسي بيده، إن هذا لن نفس الذي نزل على موسى، يعني هذا هو نفس الملك الذي نزل على موسى عليه السلام، وفي رواية، الذي نزل على عيسى، في رواية أقرأ الحديث كما يقول ابن الحجر، ثم قال ورقة، ليتني كنت جذعاً، يعني ليتني كنت شاباً، فأنصركاً إذا أخرجك قومك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أَوَ مُخْرِجِيَ هُمْ؟ قال ورقة، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج، إلا أُذِي، ما جاء أحد بمثل ما جئت به، إلا أُذِي، فورقة ابن الأوفل، يعتبر أول إنسان غير مسلم، دعم الإسلام، وأكد للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ما جاءه، هو من عند الله عز وجل، وتمنى لو أنه شاب، أن ينصر الإسلام، طبعاً هناك خلاف من العلماء، هل ورقة يعتبروا مسلمة، أم ليس مسلمة، إلى فترة وجزة من هذه الحادثة، هل ينبغي أن نعتبره مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس إلى الإسلام بعد، أم ينبغي أن نعتبره رجلاً من أهل الكتاب، مات وهو وهو يتطلع إلى الإسلام، هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء، بعض العلماء يكروا ورقة الصحالة، من ابن حجر، يترجم له في كتب تراجم الصحالة، و بعضهم لا يعتبروا صحالية، فللات حتى، الكثير من الدورة الخلافة، يدعو الناس من حرف ورقة الصحالة، فقم مع المسلمة الدينية قرأت في محمد صلى الله عليه وسلم، 9 أشخاص و 3 أشخاص مجلسة أولا هو ورقة بن نوبل كان خريطان خريطان ويقومت إلى خريطانية قبل الإسلام كان قصير من خديجة اللواء من محمد صلى الله عليه وسلم وعندما رأيت جبريل أولا هو شعور وكان مرحباً وكان مرحباً ترتعي ذو غراقصة عندما يتحدث مع خديجة وكان لا أعرف حقاً ماذا حدث؟ أهلاً أتمنى من جن؟ أهلاً اختبار؟ لقد لم يتكلمني ًا أنه صلى الله عليه وسلم ما حدث خديجة أخذه إلى مجلسة وعقب بن نوبل وقمت مجلسة وقمت بإمكانته وقمت بإمكانته وعطب مرحباً So he was the first non-Muslim person who supported Islam, supported Prophet ﷺ By this moral, it's a moral support and intellectual support not physical one The second person is Najasy, the King of Abyssinia I don't want to talk much about it because we have already talked a whole topic on the migration to Abyssinia But briefly, Najashi was the king of Abyssinia, he was a very devout Christian and the Prophet is comparing from Mecca to Abyssinia, to Ethiopia today and he asked, he told Muslims to go there, there is a king that nobody is treated and just laying his land and it's the land of truthfulness and sincerity and Muslims went to Abyssinia, they stayed there for 15 years and as Umm Salama, who came later on a wife who prophets lost them and she was one of those immigrants to Abyssinia, as she put it, she said وَكُنَّا ذِي خَيْرِ دَرْ عَنْدَ خَيْرِ جَعْ You know, we were living in the best place with the best neighbor, talking about Najashi So Najashi was Christian king, but because he was a fair and just leader he protected Muslims and he supported Islam I'm talking about the first Najashi who did not convert Islam there is the second one who later on became Muslim what was the first one? Paul was moving to Abyssinia I was reminded of that and He sent all these Muslims to be peace from the Prophet and told him to the Prophet and he said to be there that he was ... that he is the word of 라고 and he lives in Usd. The Muslims were 15 years old to be in the good place and behind their good court كما قالت أم السلامة رضي الله عنها وهذا يعتبر مثالا على إنسان عيد مسلم دعم المسلمين في العصر النبوي الشخص الثالث هو أبو طالب أبو طالب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ربه لما توفي جده عبد المطرب وكما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم عنى من يتم مضاعف فأبوه توفي قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم ثم توفيت أمه وهو ابن ست سنين فكفله جده عبد المطرب فتوفي بعد ذلك بالسنتين وعمره النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين ثم كفله بعد ذلك عمه أبو طالب وأبو طالب كان الشرقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب الذي جعله أقرب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأحناهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده 11 عم وعمة ولكنهم ليسوا الشقاء كل إذنين وثلاثة منهم لهم أم خاصرين فعبد الله وأبو طالب كان شقيقين المهم أن أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهور الأسلام وتحمل في ذلك المشاعر حتى الحصار حصار الشعب شعب بني هاشم جلس أبو طالب في الحصار ثلاثة سنين مفروضا عليه الحصار وعدم البيع والشراب والمعاناة والجوع مع جميع بني هاشم وبني المطلب متضامنين مع النبي صلى الله عليه وسلم على أساس قبلي ويحكي ابن هشام قصة ذات مدلون خاص فيقول إن قادة قريش جاءوا إلى أبي طالب يوم من الأيام فقالوا يا أبو طالب كفى ابن أخيك أن سبي آلهتنا وتسفيه أحلامنا وهددوه بالقتال إذا لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي يعني معناه مع الكلام لا تحملني وتحمل نفسك ما لا نستطيع فطالب منه أن يكفى عن الدعوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في الشمالي على أدعى هذا الأمر ما تركته حتى يظهر أبو طالب أهلك الدون فقال أبو طالب امضي وقع ما تريد والتزم بأن يظل أهيا وحاميا للنبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو طالب وهو مشرب وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لأنه لم يدخل الإسلام وظل يستغفر الله له فترة من الزمن فأبو طالب هو المثال الثالث على شخص غير مسلم دعم قضية الإسلام في العصر النبوي ثاني آبو طالب هو المثال الثالث على قرارة الى الناس حد أنه هو معقل يبقى حقا للنبي صلى الله عليه وسلم ونده كان كذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أبو طالب حضرت المثال الثالث pada تصبح الأدعى وحدت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبو طالب حدرت ميته والمزيش من ووضعه ومن يساوليه الالي صديق من ظل ومغادره كان الناس مدربه قضًا ياريخ المزيش ومعها كل المسلمين ومن من المصدر وكان الناس مدرب بنجارة وهذا مطارب وغلاب وقل ذلك وقل ذلك وقل ذلك وكان صديقا لأبي بكر الصديق وقصته نجدها في حديث الإجرى الطويل للسعيك البخاني وفي هذا الحديث أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ضايقه قريش كثيرا قرر أن يهاجر إلى الحبشة يلتحق بالمهاجرين في الحبشة فخرج من مكة وفي طريفه إلى الحبشة التقى بصديقه القديم ابن الدغنة فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح بالأرض وعبد الله تعالى يبدون أنه لم يريد أن يقول له بالضبط يعني أين وشته فقال ابن الدغنة يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك تقري الضيثة وتكسب المعظمة وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحب ثم أخذ ابن الدغنة بيد البكر الصديق ورجع به إلى مكة ثم طاف عشية كما يقول الحديث ثم طاف عشية بقريش وهو يقول يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنه يقرل ضيلة ويكسب المعدومة ويحمل الكلة ويعين على نوائب الحب فأقررت قريش حماية البكر الصديق في مكة أن يبقى في مكة تحت حماية رجل ليس من أهم مكة رجل ابن الدغنة بالطبع يعظون أنه رجل بدوي صحراوي في نجد إذا لم يسمعوا كلمته ممكن أن يهاجم قوافلهم وممكن أن يدخلوا مشكلات معه فقبلوا هذه الحمال ورجع ابوكر الصديق إلى مكة واستقروا فيها فهنا مثال أيضا على الوفاء من ناس صغير مسلمين لأسلطائهم المسلمين السبب الماضي The first person is من الدغنة who was a tribal leader from Najd and he was good friend of Abu Bakr الصديق and Allah, peace with him When the Qurayshi started persecuting Abu Bakr الصديق he decided to join Muslims in Abyssinia and to leave Mecca On his way to Abyssinia he met his old friend من الدغنة who was asking him where you're going and he said i'm trying to find a place to worship Allah freely and i cannot stay in Mecca سيد مدونة قال جنون تسلسلة عزقك وعقا مستعمل İzzar الله لا يجب أن يجب ان يجب عليك فيه بسبب المعارض التي أصبح عنه أنك جيدة عنك ، أنتي سمع تسلسلةك ، أنت تسلسل العالمين وأن تحرم كل مدونة مفاصلة وفقد أنه في الأمر طيب المدونة محدرة كان المطعم بن عدي كان المطعم بن عدي من قادة قريش في مكة وكان رجلاً شجاعاً ومن نبلاء القريش وحينما توفيه وطالب لم يعد لدار رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحميه داخل مكة بالطبع في المجتمع القبلي تحتاج إلى أن تسند ظهرك إلى أحد المتنفذين أليه طبيعة المجتمع القبلي يسمونه الجوار لا بد أن تكون في جوار أحد الرجال الأقوية يضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن ملجأ له خارج مكة فذهب إلى الطائف واتكلم مع قادة قبيلة ثقيث سكان الطائف فردوا عليها رداً قبيحاً كما تعرفون جميعاً في الدستة الهجرة إلى الطائف فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لم يستطع أن يدخل مكة أيضاً لأن البطال لم يعد موجوداً ولا يمكن أن يدخلها إلا تحت حماية فبعد فبعد زيد بن حارثة إلى قريش إلى رجالات قريش يطلق الجوار والجوار هو النظام القبلي أنت إذا كنت لا تنتمي إلى القبيلة أو إلى البلد لا يمكن أن تدخله إلا تحت حماية أحد النبلاء وشيوخ القبال فبعد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الجوار فكلم زيد بن حارثة عدداً من قادة القريش فرغضوا فجاء إلى المطعم بن عادي فقال نعم يدخل مكة تحت حمايته لما جمع المطعم بن عادي أولاده وأبناء عمي قال لهم تقلدوا سيوفكم واتبعوني فتقلدوا سيوفهم وتبعوه ولهب إلى الكعبة وذن باعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويأتي للكعبة جاء إلى الكعبة وحاط به المطعم وأولاده وبن عمه متقلدين سيوفهم يعني زي سكورت حماية عسكرية موكب عسكري حتى أوصلوه إلى بيته ثم أعلن المطعم عند الكعبة إن محمداً دخل مكة في جوالي طبعاً ما لا يكفي يعني كل واحد يجب يحترم ويحترم جوال الثاني حتى يبقى النظام العام موجوداً والمطعم بن عادي مات وهو كافر لكنه فعل هذا كنوع من الشرف المروء والشهانة وسبب آخر وهو مهم وهو أن أمه من بني هاشم فكانت عنده خؤولة من بني هاشم القرادة أيضاً كان لها دوراً فيها الانيران المتابسة الانيران المتابسة النظام بن عادي والصف عمداً أخواني وعلى أباطل الدائي الى الواقع كسر أباطل الدائي مهما بيشد كان وقصدهم لي لأحمقه وفي ذلك سيحصل إلى مكة لم يكن في مكة снова لأنه نحتاج إلى المتعمة رسأل أنه قرأت إلى المطعم بن عدي المطعم بن عدي أجل عده إلى الملتصب وكان وقت وقت في مكة على المتعمة المتعمة وكان إلى المتعمة في الجميع قبل 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 مدينة الموضع ابن عديد دائر قيقاً لا يستطيع إسلام يستطيع إسلامه الشخص السادس هو عبد الله المغيقيت وعبد الله المغيقيت كان رجلاً من أهل مكة وكان مشتركاً كما قول البخاري في صحيح في حدث الهجرة وكان مشتركاً على دين قومي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قابل وكان سديق استأجراه في رحلة الهجرة فكانت دليلهما من مكة المدينة قال البخاري رضي الله عنه في الحديث فأمناه وسلماه راحلتيهما ووعداه أغار ذور بعد الثلاث يعني رغم أنه كان مشتركاً على دين قومي ولكنه كان رجلاً أميناً ولهب عبد الله المغيقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم بكر الصديق في طريق يتجنب به الطريق المعتاد بين مكة والمدينة وسلك بهم بعض الغيافي في الصحاري حتى أصلهم إلى مأمنهم مقابل أسرة زهيدة أرغم أنه لو لم يكن رجلاً نزيهاً ولكنه قدم هذه الخدمة الجليلة للإسلام قبل أن يموت يعني أشهده الثلاث يوم سخصصي الثلاث يوم كيرام أبديل جيدة ومعبر منذ سيدة في دارة المعيقيت الأسلاث أعريقاء أبديل أبديل وضعت بفعاله مجرده وحصلهم وعندهم ربعهم وعندهم وعندهم يسروا الان They told him to come to see them in the cave of the west of Makkah after three days. After three days he came and he led them through the desert to Medina as an expert guide. إنه كان مسلم ولكنه كان مخيريب مخيريب ومخيريب كان من علماء يهود المدينة ومن أذريائهم وكانت لديه بساتين نخيل وحدائب في المدينة كان ذا ذروة طائلة وكان من المتعلمين من اليهود وكما تعلمون حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقع معاهدة مع يهود المدينة على أن يحتفظوا بدينهم الإنشاؤه مقابل أن يكونوا مواطنين الصالحين في دولة الإسلام وإذا هجمت المدينة فيجب عليهم المشاركة في انتفاق أما إذا كان القتال بين المسلمين والمشركين في مناطق أخرى فليس عليهم أن يشتركوا فيها في تلك الحرب بين المسلمين والقراج وهم ليسوا طرباً بها كانت معاهدة جميلة قايمة على أساس بالعدل والبرو والقصد فلما كان يوم أحد وطبعاً جيش قريش لما جاء إلى أحد جاء ليغز المدينة أحد هو ضواحي المدينة لما كان يوم أحد خرجهم خيريك إلى قومه فقال يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم حق يعني تعلمون أنه بمقتضى المعاهدة يجب عليكم أن تقاتل مع المسلمين فهذا الجيش جاء من بعيد يهاجونا في عقل دارنا والوثيقة تنص على أن اليهود يجب أن يشاركوا في القتال إلى هجمة المدينة فقالوا اليوم يوم سبت يعني لا يجب أن نقاتل ليوم سبت طبعاً فقال لا سبت لكم لما أخذ سيده هو خرج وقال إن قتلت فما لي كله لمحمد صلى الله عليه وسلم وليم مخيرين وقاتل مع المسلمين وقتل في معركة أحد مع المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مخيرين خير اليهود وبقيت أمار مخيرين وبساتينه للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلها وقفاً وقال الإمام البخاري فكانت أول وقف في الإسلام هي البساتين النخيل التي تركها مخيرين وصيّة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت أول وقف في الإسلام So the person number seven his name is Mukhayrid we don't know his last name it's strange that all of these books of Syria never mention his last name we know just his first name Mukhayrid Mukhayrid was one of the Jewish scholars and businessmen in Medina and as you know when Prophet صلى الله عليه وسلم came to Medina he has a treaty with the Jews of Medina that they should be good citizens part of the Islamic state they can keep their faith their schools their temple they have their temple they have their schools it's called Midrass in Hebrew which is very close to Madras and they were living in prosperity they are very good businesses in Medina but the treaty of Medina said that if Medina is attacked the Jews have to participate with Muslims defending Medina as a citizen of the same city state but if Muslims are fighting their pagan enemy outside Medina they don't have to participate in that so when it's the day of Uhud the mountain of Uhud the mountain of Uhud is just in the suburb of Medina Mukhayrid said to his people the Jewish tribe of Medina by Allah you know that you have to support Prophet Muhammad you have to support Muhammad today according to the treaty that you have with him they said now today is the Sabbath day and we cannot fight in that day he said you have no Sabbath means you really you don't respect really the teaching if you respect the teaching of your faith you would you would do what I ask you to do or another meaning of it is that if you don't really support Muslims you might lose this privilege and having Sabbath and anything that you have actually the scholars interpret it in two different ways anyway Mukhayrid took his sword he went to Uhud he fought with Muslims and he was killed fighting with Muslims and before he the battle started he said if I am killed all my wealth is for the Prophet Peace be upon him and Prophet Peace be upon him took Mukhayrid palm trees and he made it walk trust and there is hadith that was the first trust in Islamic history number eight is number eight is الشخص الثامن هو معبد ابن أبي معبد الخزاء كان معبد شاعرا وشعراء ذلك الزمان شيء مثل الصحفيين في أيامه فإذا كان شاعر شاعرا مُثُلقا بلغ الساب فكأنما هو مراسد في الجزيرة أو سائمان أو بيمسائم أي لأنهم يحملون الكيمة يهزون الناس يحمسون الناس للإتال يهجون فيضعون أو يبداحون فيرفعون الشعر كما قال أمرو الخطار كان علم قوم ليس لهم علم سواء يعني كان هو العلم الوحيد عند العرب وكان هو كل شيء بالنسبة له بمعبد كان شاعرا وهو ينتمي إلى قبيلة خزاع وقبيلة خزاع تقليديا لديهم صلاة عميقة مع بيوت ابن هاجم يعني هم حلفاء هم يعيشون في ضواحي مكة وهم حلفاء عبد المطهب جد النبي صلى الله عليه وسلم هم حلفاء لبني هاجم وبقيت هذه الصداقة بعد الإسلام ولذلك يقول في الهشام في سيرته كانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتهام مسلمهم وكافرهم يعني جميع قبيلة خزاعة ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعبونه ويصادقونه المسلم والكافر فيهم سوا لأن هذه علاقات تقليديا قبلية قبل الإسلام فما حدد هو أنه في يوم الأحد تعرفون أن يوم الأحد كان صعبا على المسلمين غقدوا به سبعين من خيرة رجالهم الشهداء وفيهم سيئين للشهداء حمزة ولما كان اليوم الموالي وطبعا أصيب المسلمون بجراح كثيرة حتى أن اليو صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم أحد جالسا من الجراح فلما كان اليوم الموالي اليوم الذي بعد أحد مباشرة جاءت الأخبار أن قريشا أن جيش قريش لم يذهب إلى مكة وإنما هم يعدون العدة لمهاجمة المدينة واستئصار المسلمين طبعا كان هنالك نقاش داخل جيش قريش بعد أن يسحبوا من أحد بعضهم قالوا لم تنجزوا شيئا لا بد أن نذهب وأن نقضي عليه نهاية وبعضهم قالوا نحن أخذنا ذهرنا منهم قتلوا مننا سمعين في بدر وقتلنا منهم سمعين في واحد ويكفيوا خلاص نرجع لمكة فكان هنالك نقاش وجاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة أن أبو سلاء أن أبو سلاء يبكر في الرجوع ومهاجمة المدينة واستنظر النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إلى الخروج وهذه غزوة تسمى غزوة حمراء الأسد في الكتب السيارة لأنهم خرجوا من المدينة حتى بلغوا حوالي 20 ميل من المدينة وصلوا إلى مكان يسمى حمراء الأسد وعسكروا من أك وكان الجيش حقيقة تعباني يعني كان جيش مليء بالجرحة وظروفهم صعبة وفقدوا المعركة اليوم الضيئة قبل ذلك وكانت الأمور كلها صعبة مر عليهم معبد ابن أبي معبد الشاعر وهو مسابر فقال يا محمد لقد ساءنا ما أسارك لأصحابك ووددنا لو أن الله عافى يعني قدم التعزية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ساءنا ما حدث لك بالأمس أنت الأصحابك وكنا نتمنى أنه يملك وهو طبعا هو ليس مسلم ثم ذهب بعدما ذهب جاء إلى معسكر القريش فجاء إلى معسكر القريش وكان صديقا لأبي سليان فقرر أن يخدم المسلمين أن يعين المسلمين بحرب نفسية ضد قريش فجاء إلى أبي سليان فقال ما وراءك يا معبد فقال والله لقد مررت بمحمد في جيش لم أرى مثل أقط وهم يتحرقون عليكم تحرقا وقد خرج معه كل من تخلث عنه بالأمس طبعا هذا كل كلام شعران ناصحي فقال أبي سليان طبعا أبي سليان كان لسه ما يدري هل يمشي يقاتل المسلمين والله يمشي المكلم فقال أبي سليان ويحق ما لا تقول خوف يا فقال معبد والله إني لأرى أنك قد ان تبرح مكانك حتى ترى نواصي خيلي أنا تخوير أكثر وقد حملني ما رأيته أن قلت في ذلك الشعر والشعر هو طامة كرة قالوا ما لا قلت قالوا ما قد قلت كادت تهد من الإرجاف راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابير فقلت ويلة بن حرب من لقائكم إذا تغطمطت الأطحار بالجيل فأبي آت من الشعر هكذا فخاف أبي سليان فقال لهم يالله من أن نمشيه وكخلاص ما في داعي نمشي الجماعة فمعبد من أبي معبد وكان غير مسلم استعمل شعره وشن حربا نفسية على قريش ليعودهم عن قتال المسلمين وكانت هذه مساعدة جليلة للمسلمين في وقت حرش طعا هذا كله من فضل الله عز وجل وتقديره ولكن نقرأ عن هذه الرزوة في سورة النساء الذين قال لهم الناس إن الناس الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصار لهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم بخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعمة الوكيد فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسون سؤ واتبعوا رضوان الله والله يفضل العين وأبو سرياء بالمناسبة هو لعب لعبة الحرب النفسية مر عليها رجلان مسافران إلى الشام فقال أطلب منكم أن تمر على المدينة ومقابل يعني أجرى تمر على جيش محمد وتخبراه أني جاي وأني عندي جيش عويم وأنني يعني هو يريد يعمل الحرب النفسية ولكن ذلك لم يجد شيئا لأنهم لما جاءوا للمسلمين وقال للك قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب الله ونعمة الوكيد أخيرا صفان بن أمية وكان من قادة قريش ولم يدخل الإسلام إلا متأخرا جدا وحينما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم النكة من أخيرا محسن sorry I did not tell something in English about the story of Ma'bad ابن أمي Ma'bad Ma'bad was a poet and he belongs to the tribe of Khuzaa which was traditionally in political alliance with Bani Hajj the family of the Prophet صلى الله عليه وسلم and Khuzaa kept this traditional alliance after Islam and Ibn Hisham who is the first biographer of the Prophet صلى الله عليه وسلم tells us that all of the tribe of Khuzaa were friends of the Prophet صلى الله عليه وسلم those of them who were Muslims and those of them who were pagans because of those traditional ties and alliance in pre-Islam time so Ma'bad ibn Abi Ma'bad was a poet and he passed by the Muslim army at the place of Hamra al-Assad and he said the Muslim army was in a very bad shape because it was the day after Uhud there are many wounded and really they are they are in a very difficult circumstances and then after that he passed by the army of Quraysh who were planning to come to fight Muslims he decided to do some psychological work on behalf of Muslims and he explained to Abu Siddharam that the Prophet صلى الله عليه وسلم was raised in a huge army and they are burning to meet you and to fight you and he even composed some poetry some imagination to you know to make a Muslim convince to go back and not fight Muslims and he was successful in that so he gave a very good service to Muslims by doing that while at that time he was not Muslim he became Muslim after that but in that moment he was Muslim the last person I wanted to talk about is Saban ibn Ummiyya Saban ibn Ummiyya was from the village and when he left his son of the village and when he left his son of the village he came from Mecca he came from Saban ibn Ummiyya and he said that he was not a Muslim and he said that he gave me time to think about it and he said that I need a few hours and I don't need a few hours and he said وكان لديه أدرع كثيرة فأرسل إليه يطلب منه أن يعير المسلمين بعضا من دروعه ليقاتلوا بها قبيلة هوازن وذقيف في حنين فقال صفان أغصبا أم عارية يا محمد قال بل عارية مضمونة فقبل صفان وحمل الدروع للمسلمين من مكة على جماله حتى أوصلها إلى مكان المعركة وهو مجرد ووقف ينتظر المعركة حضر المعركة مشاهدا وكان يقول لأني ربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن يعني أفضل لأنه ينتصر واحد من قريش ويكون سيد بدل ما ينتصر واحد من هوازن يعني بمنطق القبيلة كان متعاطها مع المسلمين بمنطق القبيلة وإن لم يكن مسلما في تلك الفترة فقبل الصلاة ولكن ذي علي ما حرق المسلم صفان بن نميو كان من في تلك الفترة ولكن صفان بن نميو كان مجرد من قبل المعركة وكان صفان بني وضح وصف حتى صفان بني مجرد ونميو كان مجرد نظر في هذا الوقت الوقت الانه كان بربيب بهم لقاءه من المساعدة من المساعدة على المقصة الباليين وكان أن يجب أن تساب بمساعدة سوارة وشيلد وكما حصلة وستطيع أن نحتاج إلى الوقت بيسبب بليم وقاله سيكون لدي المساعدين من الساعدات معدي الجميع وستطيع أن تقه عندنا ورنها ل siguية ساعدة وكانو أليس منهم وأيضا يقرأت وقرأتها الرشاة إلى المدع位 لتطاف عنهم وقال إلى حدود مسلمين وقد قرأت إلى الن ABOUT طافة وقد قرأت وقالل وقد قرأت إلى الناس من الرفأ من المساعدين كذلك لكية القارعة المعرفة من التاله بشكل من التاله السلام المعرفة من التالهات if you want to see if you want to see my محمى 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 السلام سبانة و مرهة وحسنون محمى السلام اشتركوا في النsedاني اشتركوا في امرار اشتركوا في مهمة أو باستثمرات أو التاله مجموعات قبلية دعمت النبي صلى الله عليه وسلم وليست كأفراد وإنها كقبالي منها بالطبع قبيلة بني هاشم وابن المطلب التي ينتمي إليها الذي يصل على سلام ومنها قادة قريش الذين شاركوا في رفع الحصار عن بني هاشم مثل أبن بختري وهيشان بن عمر والمطعم بن عادي وزهير بن أبي أمية وزمع بن الأسود ومثل قبيلة خزاع التي تحدثنا عنها من قبل there are some tribal groups who supported the Prophet peace be upon him out of tribal solidarity not as individuals but as groups and these are examples three examples of them one of them is Ben-u Hashim that the clan of the Prophet peace be upon him and one is those group of Aishi leaders who helped lift the sanction that was imposed upon Muslims and these are the names of some of them here in point number two and the tribe of Fuzaha that we talked about before well okay now we need to know something here we talk about people supporting the Prophet peace be upon him so what did the Prophet peace be upon him do what did he do to pay back those people it was really a relation of give and take it was not from one side the العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الذين دعموهم من غير المسلمين كانت علاقتها أخر وعطاء ولم تكن من جانب واحد وإذا تتبعتم قصة كل واحد من ستجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ هؤلاء أو حاول أن يكافئهم على الأقل لأن العلاقة هي علاقة قاية على أساس التعاون المتبادئ والبر المتبادئ ماذا بالنسبة لأبو طارب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث سأستغفر الله لك ما لم أنهى على ذلك والله لا يستغفر لأبي طارب رغم أنه مات مشركا حتى نسل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربا من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجاهد أما النجاشي النجاشي الثاني فلما مات وقد دخل الإسلام أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الموت عليه معجزة من المعجزات النبوية وقال للمسلمين بحديث في البخاري إن أخاكم النجاشية مات اليوم فقوموا نصلي عليه فصلى عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب وهذا هو الأصل السبب أنه الآن لذوق الإسلامي ممكن نصلي صلاة الغائب على إنسان مات في بلد آخر بسرع هذا الحديث حول الصلاة على النجاشي أما المطعم بن عدي وهو الذي حمل نبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف فنجده بعد ذلك بالسنوات لما أسر المسلمون الأسرة في بدر قال النبي سبعون من الأسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا اليوم وكلمني في هؤلاء لو هبتهم هذا نوع من الوذاء للمطعم بن عدي أما أبو البختري وهو من هؤلاء الجماعة هنا من هؤلاء الجماعة الذين رضعوا الحصار عن المسلمين في مكة فقال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به في غزوة بدر فقال للمسلمين من لقي أبو البختري ابن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس ابن عبد المطل فلا يقتله في المعركة حتى وابو البختري جاي في جيش المسلكين مع ذلك يوصي أن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إذا لقيتمه فلا تقتله لأنه لعب دورا في رفع الحصار عن المسلمين في مكة وهناك أمذلة أخرى من ذلك فالخلاصة أيها الأحبة أن هناك عددا من غير المسلمين أفرادا وجماعات الذين دعموا الإسلام دعما جوهرية في العصر النبوي ونحن نحتاج أن ندرس هذه القصص لنستفيد منها فلا نحكم على الناس أحكاما مسبقة وأن نعرف أن الله عز وجل ينصر دينه بأي طريقة وأن البشر الذين هم على الفطرة تبقى فيهم فطرة الثانية ومحبة للعدل والخير حتى وإن لم يكونوا مسلمين فما إن علاقتنا بغير المسلمين قالنا على أساس الأخذ والعطاء فمن دعم قضية الإسلام ندعم من دعم قضايا العدل التي نحملها فنحن ندعم قضايا التي يحملها والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وإجازاكم الله خيرا على حسن الاستماع ونفتح الباب لربع ساعتني من الأسئلة قبل أن أخي راحة قصرة تفضل تفضل لا سؤال هل مات النجاش المسلمين النجاشي والثاني مات مسلم النجاشي والأول لم يدخل الإسلام نعم إذا لم يكن لدينا سؤال إذا لدينا راحة عشر دقائد إن شاء الله لما نعود إلى الموضوع الأخير وهو الأهم لأننا سنحاول أن ننزل على الواقع بعضا من الدروس التي نستفيدها من هذه القصص وبعض التحديات وبعض الاستجابة لهذه التحديات إن شاء الله إن شاء الله we'll break for 10 minutes we'll go back to the last presentation which is the most important and practical one we'll try to draw some lessons from what we saw and then we'll look at some challenges and some responses for those challenges that we need والله تعالى عَلَم صلى الله عليه وسلم و سلامة الله صلى الله عليه وسلم و سلامة الله to start this third presentation of this workshop on faqqaf close distance the third and last concluding a part of it there is a question of one of our brothers what's the question? my question is you want whom مفهوم الولاء والبراء يمكن تطبيقه في مجتمعات الهوية؟ هل يمكن تطبيقه أصلاً؟ السؤال الحقيقة الضائم يكون هل يمكن تطبيقه أصلاً لأي مكان من العالم؟ وما معنى الولاء والبراء؟ أنا أعتقد أن مفهوم الولاء والبراء أصبح اليوم من أكثر المفاهيم وهم مضى مع الأسف في ثقافة الإسلامية وفي بعض المدارس الإسلامية التي المعروفة بعدم التسامعها وعدم إيمانها بالتعايش بين المسلمين وغير المسلمين أنا أفهم الولاء ولكني لا أفهم البراء كما يصاب اليوم بحكمة أفهم الولاء أن الإسلام عقيدة وهوية وانتماء وأن من معارم الإسلام أنه ليس مجرد عبادة وعقيدة وإنما أيضاً هوية وانتماء بحيث أنه يبني أخوة بين المسلمين فالمسلم لا بد أن يوالي المسلمين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض أما البراء بالطريقة التي يصاب بها اليوم بمعنى أنه لا بد أن تتبرأ من كل مشركين وأن تعاديهم وأن تغضهم هذا أمر حقيقة من الصعب علي أن أستوعب في ضوء التفصيلات التي نجدها في القرآن الكريم والسن النبوية وحتى في إباحة زواج مرة كنت أناقش مع صديق لي من السعودية فقال لي أن يجب على المسلم أن يضغض كل الناس غير المسلمين وقلت طيب يا شيخ إذا كانت زوجته مسيحية بلال يجب أن يضغضها الله عز وجل يقول أجعل بينكم مودة ورحمة أم لا قال لي هذه استناء كثيرة ليست فقط ليس هذا الاستناء الوحيد يعني عندك حالة أبو طالب وعندك إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الناس بلوا محبته لهم محبة بشرية ليست محبة دينية ولكن محبة إسانية فمسألة البراء كما توصوه اليوم لها لبس كثير وأنا أعتقد أنه قبل أن نسأل عن تطبيقها نحتاج أن نحرر المفاهيم نفسها وضع الأبوة والوحيد من النساء الصوت لم يكتون الله على المنفس The concept of wala and barra which is one of the concepts you find it too much I talked about it in this Islamic modern Islamic literature in some school of thought that is not tolerant among Muslims and I understand wala the loyalty that Muslims has to have to all Muslims لأن الله عز و جلي قال في القرآن أن المسلمين يحتاج لتعبير لهم لكنني لا أفهم الكلام بالبراه أو التحق أو التحق أو حق أيضاً من المسلم لا أجد شيء في السلام أن يجب أن يكون هذا ويجب أن يكون هذا من الأرض لأننا يتحدث عن كل الأشياء في القرآن و سنة and because we know that Prophet salallahu alaihi wa s timeline has very good relation with many people who are pagans and people who are not muslims and he liked them he liked them really as relatives or as friends etc. and Allah azawajila also allows muslim men to marry a Muslim woman sorry christian women وعند نفس القرآن نحن نعلم وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُوَدَطًا مُرحبًا وَبَرْحُمًا لَا أَجْرَى مُنْ أَنَّهِ وَمُنْ أَنْ 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 أَنَهِ أعتقد أن أولاً كنت نسمع هذه المرحلة يحتاج إلى تفكر في هذه المرحلة ويطرة الحقيقة لأنه مجتموعة من المسلمين yet I don't really think so I think this is just manifestation of the spiritual and intellectual decline in contemporary, some contemporary, in some societies Now lets move little bit quickly on the lesson that we learn from the stories and those verses in the hadith that we studied so far there are few lessons from the stories that we learn about Namaste supporting Islam number one is that in every individual or group of human beings there is some good that needs to be explored and appreciated this is true for people from all faiths, races and cultures so we need to be optimistic about human nature that is Islam, Islam makes us more optimistic about human nature and every human being has some good that we need to appreciate and every human being can change also his life and be better so we need to be more optimistic dealing with people of different faiths number two , the first one is that everyone that is вер to the Tenness he deals with all people and husbands and musicians including a better peace this is happening in anger this is the freedom of his Heaven all people have Empowered and position وهديناه النجدين هذا صحيح المسلمين وصحيح لغير المسلمين ما في بشر الله وفيه نوازع والخير ونوازع الشر فنحن حينما نتعامل مع البشر والأخرين ينبغي أن نتفاعل لأن نحكم عليهم على أنهم شر ومحر أو أن نحكم على مبسنا على أننا خير ومحر هذا يسمونه في دراسة الأذيان spiritual pride و spiritual pride really is not good because religion is teaching us humbleness it's not teaching us to be arrogant so we need to be humble and dealing with our people and to be optimistic also number two it is a big misconception to perceive every non-muslim individual or group as an enemy or a potential enemy this view is conceptually misleading and politically dangerous بعض الجماعات الإسلامية وبعض الأفراطية المسلمين الذين يمسهم التعصر أحيانا ينطلقون من أن أي واحد غير مسلم إما عدو وإما على الأقل هو يعني قريب العداء والأصل هي العداء وهذا ليس صحيحا التفاصيل التي دغسناها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبدو على أنها ليس صحيحة وأنه يوجد من غير المسلمين أمن كان صديقا للمسلمين ومن دعم الإسلام ومن دعم المسلمين لأسباب إنسانية ولأسباب قبلية ولأسباب سياسية فهذه النظرة خطيرة من ناحية الفكرية وخطيرة من ناحية السياسية وإن بغي أن نحذر أبوسنا منها كما قلت في البداية الصورة ليست بالأبيض والأسود وإنما هي صورة ملونة ونحتاج لها التطيق بالألوان والخيوط والظلال في الصورة ثم المسلمين مؤسسة ومؤسسة ومؤسسة حتى نتحدث كما يوجد في المسلمين أشخاص من أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وهؤلاء يستحقون احترام المسلمين مثلا من أكثر الناس من أكثر من دافعوا عن الإسلام والثقافة الإسلامية في أمريكا في عصرنا هذا رجلان من العرب المسيحيين وهنا من أدوارد سعيد وأدوارد سعيد وجاب شاهين كتاب الاستشراع وكتاب كتاب كوفر الإسلام وكتاباته الكثيرة وهو مسيحي يساري مع ذلك يدافع عن الثقاف الإسلامي لأنه عربي ويعتبرها جزء من انتماؤه العربي أما جاب شاهين ذا كتابه The Real Bad Arabs How Hollywood Vilifies People كتابه The TV Arab وكتب أخرى دافع دفاعا كبيرا عن الثقافة الإسلامية رغم أنه في الأصل هو مسيحي والمبناني ولكن الاشتراك في الثقافة مع العرب المسلمين جعله يقوم بهذا الدور وجعله يحس أن الطعن في الإسلام الثقافة الإسلامية فهو طعن فيه هو كبشر يعتز بهويته وبالكامل هذا مثال على المشتركات الثقافية والإنسانية التي تتجاوز الاتفاق في المعتقد So example of people who defended Islam I said that nobody defended the Islamic culture in the United States in all time and more than two intellectuals of Arab Christians Edward Said and Jack Shaheen Edward Said in his book Orientalism and his book covering Islam and other books many articles many articles and Jack Shaheen and his many books Jack Shaheen is a specialist in media and telecommunication and he he was his studies focusing on how Islam is covering the media in the United States and he has very beautiful books he did exhaustive work on these books like his book The Real Bad Arab How Hollywood vilifies people another book called The TV Arab and he has a new book called Guilty so those people out of solidarity with the Arabs who are Muslims because they felt that any attack on Islam is attack on their culture even if they are not Muslim by faith but the Islamic culture is part of their identity so we need to look for this kind of common ground instead of building walls between us and everybody who doesn't believe in Islam that's really not the Islamic way so next is that many values can be a common ground between Muslims and Muslims okay human rights civil liberties justice etc and we can work on these universal values as common ground between us and Muslims remember what Prophet said to Muslims when he sent them to Abyssinia he talked about two values justice and truthfulness he said إِنَّ بِهَا مَنِكًا لَا يُظْلِمُ عَنْدَهُ أَحَدْ وَهِي أَرْضُ السِطْء these two values he did not say those people are Christians or Jews or Muslims no he said these two values are enough if you find the land that people are building their political and legal system based on justice and it's land of truthfulness you can't speak the truth without being persecuted so that's great this is something that really you need to be a part of and you need to support and you need to be proud of so there are these people that people are people people and they are people and they are people and they people that and they are people and they are so if really the Muslim community become a very positive component of this society and everybody see their positive impact everybody will be supportive of Muslims and they will say what that Bedouin say a long time ago so إِنَّ بِذْنَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يَخْرُجُ Next that being good people is not enough you have to convince others of your goodness perception is reality so it's not enough for Muslim community to be good they need to also they need to convey the message they need to teach others about themselves there are good books of Malik Ben Nabi in the library here by the way Malik Ben Nabi قال كلمة بلغة بهذا قال إِنَّ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ الْعَالَمَ وَيَعْرِفَ نَفْسَهُ وَيُعْرِفَ الْعَالَمَ بِنَفْسِهِ فهي رسالة المسلم غلاثة أمور أن يَعْرِفَ الْعَالَمَ وَيَعْرِفَ نَفْسَهُ وَيُعْرِفَ الْعَالَمَ بِنَفْسِهِ so he said that the Muslims need to the Muslims in our time Malik Ben Nabi is a great Muslim philosopher from Algeria he said that the Muslims in our time need to know the world and to know himself and to make the world know him so it's a multiple task that needs a lot of work so it doesn't need to be good and we need to teach people and teach people the truth of the Muslims and the truth of the Muslims and the truth of the Muslims and the truth of the Muslims because the Muslims are the sins of the Muslims and if we don't know the truth then that is the truth of us also Note that in every society there is a system the system of protection as you are in pre-Islamic Arabia is an example be a positive component of the system that is protecting you you need you need to protect the system that is protecting you every society has some mechanism of mutual protection so for example in Canada or in these democratic countries the the constitution and the law that is protecting human rights and civil liberties are the most important and capital for everybody and Muslims need to be need to stand up to protect those values because those values are protecting you when you need them if anybody is treated unjustly in this country whether he is a Jew or a Christian or a Buddhist or a Bahai or an atheist Muslims need to stand up and to say no to say no we are against injustice because this is a moral responsibility and from a pragmatic point of view also you are protecting the system that is protecting you it's a manual principle because it's in hadith the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said in hadith authentic hadith one of the Sahara said وَمِرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَالْمُسْرَةِ الْمَغْلُومِ وَذَكِّ الْعَانِ so the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked us to visit the sick person to support the oppressed person and to relieve the person who is captive who was taken as a captive or jailed and justice etc. and it's a matter of benefits and pragmatism also finally Muslims need to be very appreciative of non-Muslim support Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was very appreciative and grateful for those who supported him and he paid them back as we saw in the lecture now let's look quickly at some challenges I'm getting a little bit well well we cannot drink coffee in Ramadan so I just have to keep up there are some challenges in the North American context specifically that we need to deal with one of the challenges is the historical the distorted historical memory that people had about Islam and Muslims and I wrote some work on this when I was studying at Texas Tech University one of my papers was titled Early American Perceptions of Islam how early Americans looked at Muslims and Islam culture and I published a short version of this on Jazira it was published by Jazira Center for Research in Doha my friend Muhammad probably is aware of that so those of you who want to read it you can read you can look at the roots the roots of misconception and stereotypes that we have against us today actually did not start today they have historical roots and we need to study those roots from the beginning and I said that the stereotypes against Muslims started in America from the day Columbus came to America Columbus himself in his memoir is talking terribly about Muslims so Columbus himself brought with him stereotypes to the American continent about Islam and Muslims so we need to study the roots of this to analyze it and also we need to know that Muslims also have their stereotypes against others and all of this is just to come to terms of justice and felons another challenge is media reductionism and bias and that's very known everybody knows that media especially American media is typically biased against Muslims and that's one of the challenges we have the third is the integration and assimilation we have to integrate within this society but we don't have to assimilate those are two different concepts so we don't have to assimilate but integration is important and the Muslims need to integrate within these societies so هذه بعض التحديات التي يواجهろ المسلمون في أمريكا الشمالية من هذه التحديات الذاكرة التاريخية المشوهة التي يحملها أهل هذه البلاد عن المسلمين وهي الذاكرة ذات جذور مميطة ترجع إلى تاريخ الصراعة القديم بين الإسلام المسيحية والاستعمار الأوروبي وغير ذلك وقد كتبت عن ذلك بحثاً لجامل تكسلس ومشارك نسخة منهم مختصرة بمركز الجزيرة الدراسات في الدواحة توجد على موقع مركز الجزيرة لا تزارب بعنوان جذور الصور النماطية عن المسلمين في العقل الأمريكي جذور الصور النماطية للمسلمين في العقل الأمريكي موجودة ممكن تكتبها في جوجل تجد البحث على موقع الجزيرة الدراسات التحدي الآخر هو الإعلام والطريقة المتحيزة الاختزالة التي يقدم بها المسلمين وهذا أمر يعني لا يغن شائع ثم التحدي الثالث هو الاندماج فنحن نحتاج إلى أن نندمش ولكننا ينبغي أن نقبل الذوابان وضرق بين الاندماج بأن نكون عصراً إيجابياً بالمجتمع وبين الذوابان أن نتخلى عن ذاتنا وعن هويتنا واقلتنا والتحدي الآخر هو The second challenge is multiple identities and multiculturalism Well, this is a challenge and an opportunity at the same time We need to defend the idea of multiple identities So nobody is going to impose on us that You have to be Muslim or to be Canadian No, I want to tell him that I'm Canadian and a Muslim center This identity is not in contradiction with this one Every human being has multiple identities And we need to defend this and to educate ourselves and other people About this concept of multiple identity Because it's very helpful for us as a minority And it's also fair for others So, as I said, every society has a system Some kind of mutual support And the social contract in a democratic country is the constitution And the other laws that are protecting people's rights But because you have those rights You have also obligations You have a obligation toward the country Toward the society you are living in And toward your neighbors So, the concept of reciprocity should be a part of our culture here So, let me move a little bit So, this is just quickly something that I'd like to conclude with سعيد حوّع رحمة الله عليه من كبار الدعاة المسلمين في سوريا لديه نظرية لطيفة في التغيير الاجتماعي يسميها نظرية السقف المرفوع هو يقوله إن إذا أردت أن تغير مجتمعا لا بد أن تكون متميزا في هذا المجتمع لا بد أن تكون متفوقا في الدراسة وفي المال وفي الجاء يعني لا بد أن تكون متفوقا على أقرانك لتقود أقرانك البشر لا يقادون من خلفه وإنما يقادون من أمامه فإذا أراد المسلمون أن يكون لهم قوة ونفوذ ووجود نوعي في هذه البلاد فعلم أن نركز على التفوق في كل شيء لا بد أن يكون أبناؤنا متفوقين في المدارس على غيرهم لا بد أن يكون أطباؤنا ومتخصصونا في التكنولوجيا وفي الطيب وفي كل شيء في القمة ولا بد أن يكون رجال أعمالنا ناجحين ولا بد أن يكون صحديونا ناجحين إلى آخره فهذا النجاح هو الذي يعطيك قوة نوعية تقود بها المجتمع هذه هي نظرية السقف المرفوع المسلمون يحتاجون إلى الإتقام الإتقام هو مبدأ من مبادئ الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يحبك إلا عمل أحدكم عملا أن يتقل فالنبي صلى الله عليه وسلم So the theory of high ceiling is a theory developed by one of the Muslim scholars in Syria and the summary of this theory is that you cannot lead people from behind you can lead them only if you are in front of them means if you are distinguished in your study in your work, in your profession you will have a qualitative impact and you can lead and this is what Muslims need to do because as a minority we have to be the best quality of all we will be irrelevant because the number is not in our side so we have to have the best quality المسألة الثانية هي أن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اليد العليا خير من اليد السهلة فالمسلمون يحتاجون إلى أن يعطوا المجتمع أكثر من ما يأخذوا من المجتمع حتى يكون لهم تأذير ولهم مكانة في المجتمع وقد ذكر صديقنا للجزائق أن أستاذه هو هو أستاذ يهودي فتخر عليه مرة قال له أنا فخور بقومي لأننا نحن الجالية الوحيدة التي لا تأخذ شيء من الضمان الاجتماعي في أمريكا نعم كلنا عندنا الماء نحن ندفع ضلائب للدولة ولا نأخذ منها ضمان الاجتماعي فقال أنا فخور باليهودي للولايات المتحدة فاليود العليا أخير من اليد السهلة ممّا كان وعلى المسلمين أن يفكر بهم فالوفق صلى الله عليه وسلم قال اللعين يكتشون طبيعة أغير أغير الولايات المتحدة يعني أن الشخص الذي أأخذтесь تخدم وجباتنا نحن يحتاج إلى كما تكون من المنطقة لكي أخرى لنحن أن نستطيع الحضارة أغير 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 شخص مني من الجزاء في تساس التك الدك فرصيا قال لي أنه كان مؤسسسيًا هو مؤسسسيًا مؤسسسيًا، مؤسسسيًا، قال لي أنه مؤسسيًا أنني أعجبًا من المؤسسسيًا في المدينة قال لي أنه قال لي أننا لدينا نقل نحن نقل للمشاكل، لكن لا تجد أيضًا مننا على المساعدة والموالفارة لأنه ل Nowadays فيمايتهم، أليس لن المساعدة They said, أنا أزدّوостنا husbands و cidade كانت تعطي وتعرفي من الم기는 و الهجام أتبدت من 사PHت So we need to, again, we need to be ambitious We can impact people only if we are the best of the best among those peoples الثالث هو قراءة قراءة الدينية والسياسية للمجتمع نحتاج إلى أن نعرفها بالدقة لأن الناس أعدام ما جاهلوا ولأن الحكم عن الشيء غير عن تصوره من أجل أن يكون لنا تأذير في كندا وفي أمريكا وفي أي بلد نحتاج أن ندرس التاريخ على ذلك البلد والثقافته وأن نستوعب بدقة خريطته الدينية والسياسية لأن من لديه خريطة يختصر الطريق من ليس لديه خريطة يصير بطريقة الخطأ الأصواب وممكن يجلس يوما كاملا ولم يقطع بضعة أمياله هذا الفرق بين من يعرف الخريطة ومن لا لهم ويجب تتاريخ المنصر نحتاج إلى رجال المنصر المنصر الشرافز المنصر المنصر فبعد ذلك البحث عن الأرضية المشتركة وعن اللغة المشتركة حينما تحدثت عن جعب بن أبي طالب ربض الله عنه في قصة الهجرة الحبشة قلت إن النجاش لما طلب منه أن يقرأ عليه من القرآن لم يقرأ عليه سورة قريش وإنما قرأ عليه سورة مرين فجعب بن أبي طالب يحدث يبحث عن الأرضية المشتركة كل من تخاطبه تحتاج إلى أن تبحث عن أرضية المشتركة بينك وبينك واللغة المشتركة وهذا لا يكون إلا بتحقيق ما تحدث النقطة السابقة وهي المعرفة الدقيقة بالخريطة الدينية والثقافية والنقيم فإذا كنت تتحدث إلى واعظ إنجلي مع مداني الحديث ليس كحديثك إلى قص كاثوليكي وليس الحديث إياك أنت تتحدث إلى كنيسة مشيخية من الحديثك إلى كنيسة توحيدية فهذا المجتمع يعني معاقد وفيه كثير من التنوع نعم 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 لديه أجل المملكة من المقبلة لتالد سورة المريم وضع الرابعا من الأبوال يتعلم للقناة المشاهدة لو كان عبد الابطال مجرد من المقبلة who came to read some portion of the Quran لديه ما أجد له المال شيء من المهم للمستقبض عن أرصال لمدة سورة مريم لايجم تستطيع مشكلة من هذا الأنسان يجب أن تكون مجتمع كماددًا ومع التاليات المتكبضة ويجب أن تخمز بنتكاعة هذه قواتية من تشاكسفير بلده لا يوجد صحيح لذلك في مجموعة مفتوحة هي منطق الإقلاب لا منطق الإكرام إذا كنت تعيش في مجتمع مفتوح فإن ما ينفعك هو منطق الإقناع وليس منطق الإكرام حتى في التعامل مع أولادهم لو تريد تكرههم على شيء خلاص لو تكرههم على الدين سيكرههم أنت ويكره الدين فالإقناع هذه طبيعة المجتمع المفتوح وفهم السياق الذي يعيش لإنسانكم جدا فأنتم تعيشون في مجتمع مفتوح فعليكم بمنطق الإقناع وتجنبوا منطق الإكرام كما قال شاكسبير الدم ليس حجة ليس برهانا للنقاش وإنما الحجة تقارع بالحجة والبرهان بالبرهان والله تعالى أعلم أستطيع أن نؤمنها أجزاكم الله خير على حسن استماها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله هذا اعتقد أن أبلاظ من تحدث به وهذا ما أنهما يعيش في أيام استئزازات هو ملك من النبي هذه كتابه الصراع الفكري في بلاد المستعمر مالك بنبي قال إن بعض الاربيين يطبقون على المسلمين لعبة الثور الأسباني تعالي الثور الأسباني أخذ هذا القماش الحمراء لتحركها ويبدأ الثور مسكين يضحن ويضحن حتى تنهار كل طاقته ويصفت وأن هذا هو أقول كان يشير لك بالعالم الأحمر ويستنزب طاقتك للمعارك الجانبية أنا أعتقد حقيقة أن مسألة الرسوم المسيئة هذه والسلمان الرشدي وكل التقاهة هذه استنزبت المسلمين وما كان ينبغي أن يعطوها الاهتمام الذي يعطوها أصلاً هذه لعبة الثور الأسباني ولا ينبغي أن تلعبها على أن هذه اللعبة تنبغي أن يكون لدينا وعي لذاتي نحن نحدد ونخطط لأنفسنا الطريقة التي نخطب بها الآخرين وإذا كان هناك من يطعم في الإسلام فلا ينبغي أن يستنزبنا بالمعارك الجانبية نحن نسير حسب خطتنا أما المعارك الجانبية هذا يسمونه بالعربية بنيات الطريق بنيات الطريق هذه لو دخلت في واحدنا ضيعي وقت وبعدين ينسد وترجع للطريق الرئيسي وبعدين تأخذ بنيات الطريق وتنسد وترجع للطريق الرئيسي وليس عليك الوقت يمشي على طريقك والقافلة السير والكلاب التنبه كما قلت فأنا أعتقد أن لا ينبغي أن نستجيب للاستجاز أولا الاستجابة لهذا تعطيه قيمة أكبر من قيمته كان يمكن أن تنشره رسوم هذه وتموت في يوم واحد صحيفة يومية جيبيا رسوم يقرأها واحد داني مارك جالس في قهوة ويضحك أو يبكي ويحب اللي يقول وتنتهي واليوم الثاني في صحيفة في شيء آخر لكن مع الأسب نحن الآن تتحكم فينا ربود الأفعال وبطريقة عاطفية غير عقلانية نحتاج أن نخطط سياسيا وثقافيا بطريقة عقلانية وأن نتجنب الاستجابة للاستنزازات وإن كان لا بد من رد عليها ترد عليها بحجمها وتنطرق لا تترك جهدك ينصب ولا تترك من يفتح لك طرقا جانبية ويسحبك على الرغاية الرغاية المسلمين هو أن يبنوا لهم وجودا راسخا في هذه المجتمعات ويبلغوا رسالة الله عز وجل أما الجدل والمعارف الجانبية هي لا تختم والله تعالى عم فضل سعى الحمد والإشكالية في المواضيع هذه هي مقدار التشويش الذي يحصل حين نجد في قطاب بعض الدعاة والعلماء من يضع الموضوع كنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وتصبح يعني تأخذ بعض عقائدي بعض عاطفي بعض عاطفي وهذه هي الإشكالية الخطيرة نعم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بنشر بسالته في الناس بالحكمة والموعية الحسنة وليست في المهاوشات والمشاجرات مع كل من هب ودب الناس كانوا يطعرنا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتي ويقول أنه ساحر وشاعر ومجنون هل صح هذا يعني يقرجوا في ملاحظة والله اهتموا به هذا صح هذا مشروعين أصلا بالبناء الإيجابي وليس فيه عدود الأفعال السلبية فالمشكلة هي القضية هي قضية تخطيط يعني أنت ما تستطيع تتجنب حيالا وعددها فهذا شوي لكن اعطيها واحد ثمية من جهدك واحد ثمية من مقتد خلي جهدك الرئيس منصب على البناء الإيجابي ما هو حتى هذا المسخة الناس صح أحضر أس type السلما الرشدي حتى سهلا أنا اعطيتي أعطينا مرحبا حتما يدى أن بعض الناس يتجفون على المسلمين في غيب النبي الآن من الناس يتجفون مرة الأحيان من المسلمين، لتأكيد على تقديم الأنفذ ومن ثم ثم وإلا أنه التقافي من الأبوال في تحن الأشياء لا يوجد فهذا فهي قال أننا نقتلًا بما هذا المسلمين لن تريدنا أن يسبب المحوض بها علينا أن تتقال ما هي نحن النطقة ما هي نحن نحن تتقام وأنت هناك مشاركة وإذا لا تؤمن شيئًا وبنى أنها سمزيزة نظر أيضاً أولاً بعض الأشياء الأفضل لكي أفضل هذه الأشياء هو إغنورها وأيضاً بعض الأشياء المسلمين يتحدث عن هذه الأشياء الإمام مسلم الإمام مسلم قال تجاهل البدعة يميتها تجاهل البدعة يميتها إذا كان هناك إجراءة في رلعية البدعة وإنهاء بعض الأشياء الأفضل الإجراء تكون ربيع الموب بذل والعنوsl المسلم يتحدث عن هذه piece تجاهل البدعة طرح ننقيد ما نح pakai ما Weed كن حلوانا أن نشغل الأمر. لن نحajo بأمر مُصحة. نحن ونصبح ملتقا ونصبح مصحة. نفحة ما. وما يمكن نعم وحصة ما ننجز. لا تنسفعين مروحًاين جيدًا. والله تعالى عالم. سوف نضيف هنا. جزائكم الله خيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته